تحتفل كثير من دول العالم في الأول من شهر أيار من كل عام بيوم العمال العالمي ذلك اليوم الذي شهد قبل 134 عاما إضرابا ومسيرات عمالية شارك فيها مئات الآلاف بمدينة شيكاغو الأمريكية للمطالبة بتحديد ساعات العمل بثمان ساعات في اليوم دون اقطاع للأجور ومنذ ذلك اليوم الذي انتهى بمقتل العديد من العمال وتحويل عدد آخر لمحاكمة مثيرة للجدل قضت بإعدام بعضهم أصبح الأول من شهر أيار عيدا للعمال في أنحاء العالم ونضالهم من أجل نيل حقوقهم المشروعة غير أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يأتي في خضم ما يعانيه العمال في أنحاء العالم من ظروف صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفش فيروس كورونا الذي عطل الحياة في معظم دول العالم ولا تنفصل معاناة العمال في العراق عن غيره من الدول وانتفاقمت فيه بسبب ما يعانيه العراق من شلل في النمو الاقتصادي وتدمير متعمد للمؤسسات الاقتصادية والمصانع والورش من جراء تحكم أحزاب سياسية فاسدة في خيرات العراق ومقدرات شعبه منذ أكثر من 17 سنة حيث حرصت تلك الأحزاب على تنفيذ أجندة إيرانية لتدمير الصناعة والزراعة في العراق ليبقى سوقا لاستهلاك المنتجات الإيرانية من هنا تفشت البطالة بين صفوف الشباب في البلاد بينما بقيت آلاف المصانع معطلة حتى جاءت جائحة كورونا لتقضي على ما تبقى من فرص أمام الطبقة العمالية في العراق ولتؤكد ما ذهب إليه متظاهر ثورة تشرين من أنه لا أمل في إصلاح الحال في العراق وإيجاد حلول لمشكلاته إلا بإسقاط نظام المحاصصة والفساد والتبعية وتأسيس عراق جديد يقوم على العدل والحرية وضمان حقوق المواطنين وفي القلب منهم الطبقة العمالية